السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل سريع للتخلص من آلام الحموضة علاج الحموضة مضادات الحموضة تعادل مضادات الحموضة حموضة المعدة بسبب احتواء هذه المضادات على كربونات الكالسيوم والمعنسيوم وتتميز هذه الادوية بمفعولها الفوري الذي يستمر للثلاث ساعات وتتوفر هذه المضادات على شكل اقراس او شراب ومن الجدير بالذكر ان هذه المضادات يمكن ان تسبب الاصابه بالاسهال او الامساك ويمكن التقليل من حدوث هذه المضاعفات عن طريق استخدام مضادات الحموضة تحتوي على الالمونيوم الى جانب كربونات الكالسيوم والمغنسيوم حاصرات مستقبل الهستامين تعد حاصرات مستقبل الهستامين 2 من العلاجات السريعه للتخلص من الحموضة حيث تستغرق 30 دقيقه حتى يبدأ مفعولها وتدوم لمده قد تصل الى 12 ساعه ويعتمد ببدأ عمل هذا العلاجه على تقليل كميه الاحماده التي تفرزها المعده ويعد الوقت قبل الطعام او عند النوم افضل وقت لتناول هذه العلاجات ومن الجدير بالذكره ان هذه الادوية تتعارض مع ادوية الصرع وادوية القلب ويمكن ان تسبب ظهور بعض الاعراض مثل الغسيان الاسهال الاستفراغ الام الرأس الام الامساك العلاجات المنزلية هناك العديد من طرق العلاجات المنزلية التي يمكن التخلص من الحموضه من خلالها مضغ العلكه حيث ان مضغ العلكه يحفز افراز اللعاب في الفم حيث يساهم ذلك في التخفيف او ازالة احماض المعده الموجوده بالمريء وحسب الدراسات فانه يجب مضغ العلكه لمده نصف ساعة بعد الوجبات لتقليل الحموضه الوقوف مستقيما يخفف الوقوف بالوضعيه المستقيمه من ضغط احماض المعده على السمام بين المريء والمعده بينما يزيد الجلوس او الاستلقاء من الشعور بالحموضه خل التفاح يعد خل التفاح من المواد التي تساهم في معادلة حموضه المعده وبالتالي التخلص من الحموضه حيث يتم تخفيف الخل بالماء ثم شربه العرقسوس يساهم عرقسوس في زياده سماكه الانسجه المخاطيه في المريء مما يساهم في حمايه المريء من احماض المعده ومن الجدير بالذكره انه تجب استشاره الطبيب قبل استعمال العرقسوس لانه يسبب ارتفاع ضغط الدم عوامل تسبب الحموضه هناك بعض الاطعمه والمشروبات التي تزيد من حموضه المعده شرب الكحول والمشروبات الغازيه والمشروبات التي تحتوي على كافيين الشوكولات والنعناع والاكل الحار والمقلي والدهني الحمضيات والبسط دمتم بصحه وعافيه ونرجو الاشتراك في القناه بالضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر لايك زر الجرس ولايك اذا اعجبكم الفيديو شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة